على غرار زميلاتها كاتيا واحدة من المتطوعات اللواتي قدمنا خصيصاً إلى خيمة أجي تفطر بعين البنيان منذ بداية شهر رمضان للمساعدة في تحضير وتقديم وجبات لصائمين أنا ديجا كنت في الكويزين تسمى كنت نطيبة لهم ودوكا احبطنا لهنا نسربي ونفرز ونضير ونحطوه نحطوه الزاسيات نحطوه لسالات وكلش ونروحوا نسربيوا لهم وبعد كيكملوا والناس يفطروا حنا نروحوا نفطروا هات شابب يقولهم يعني سيوينسكي بي ورحوا في هذه الجمعيات الخيارية ويدروا المكسيمم تعل الخير هنا بخيمة جمعية ناس الخير العشرات من الشباب يتسارعون لإفطار صائمين من المحتاجين وعابر سبيل خاصة وأن الجمعية تكثف نشاطاتها الخيرية خلال شهر رمضان أجي تفطر هي واحدة من أربع مبادرات أخرى ضمن المشروع الخيري رنهنة خيمة أجي تفطر على مستوى بلد عين بنيان لديها طاقة استيعاب ألف وجبة الحمد لله منذ أنت لقلنا سلحقنا إلى صقف بخب سميوستين وجبة تم تقديمها بالأمس إذن هم شباب ضحوا بالإفطار وسط عائلتهم من أجل التسابق لفعل الخير وتقديم يد العون لتجسيد روح التكافل والتضامن خلال الشهر الفضيل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر